اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما المهارة المستهدفة في درسنا لهذا اليوم المفعول لاجله تمهيد اقرأ الجمل الاتية وألاحظ الكلمات الملونة اجتهد في دراستي حرصا على التقوق اشتري الكتب حبا في القراء نذهب الى البر طالبا بالراحة لاحظة عزيزي الطالب الكلمات الملونة حرصا حبا طالبا نعود مرة اخرى الى الامثلة سأسألك عزيزي الطالب لماذا اجتهد في دراستي الاجابة حرصا على التقوق لماذا اشتري الكتب الاجابة حبا في القراءة لماذا نذهب الى البر الاجابة طالبا للراحة ألاحظ ما يلي كلمة حرصا تبين السبب في الاجتهاد في الدراسة وكلمة حبا تبين السبب في شراء الكتب وكلمة وكلمة قلبا تبين السبب في الذهاب الى البر ونلاحظ ايضا ان الكلمات الملونة طبعا حرصا وحبا وطلبا جاءت منصوبة وانظر عزيزي الطالب الى علامة النصب الفتحة حرصا حبا علامة النصب الفتحة طلبا علامة النصب الفتحة بمساعدة معلم اتوصل الى ان كل كلمة من الكلمات الملونة السابقة تسمى مفعولا لاجله فاستنتج ان المفعول لاجله ما هو المفعول لاجله؟ المفعول لاجله اسم وليس فعل وليس فعل وهذا الاسم منصوب ماذا يبين؟ يبين سبب حدوث الفعل يبين السبب الذي من اجله حدث الفعل وعلامة نصبه الفتحة اذا المفعول لاجله اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل وعلامة نصبه الفتحة الممارسة ألف أحدد المفعول لاجله فيما يليس انظر عزيزي الطالب الى هذه الجملة تكرم الدولة الفائقين تشجيعا لهم نريد ان نحدد المفعول لاجله في هذه الجملة تكرم الدولة الفائقين تشجيعا لهم اذا استخدمنا لماذا سوف يسهل علينا تحديد المفعول لاجله تعرفون لماذا اسم استفهام نحول الجملة الى اسلوب استفهام باستخدام اداة الاستفهام لماذا فنقول لماذا تكرم الدولة الفائقين فتكون كلمة الاجابة هي المفعول لاجله لماذا تكرم الدولة الفائقين تشجيعا لهم اذا كلمة تشجيعا مفعول لاجله منصوب بالفتحة يسهر الجنود حماية للوطن ايضا نستخدم لماذا فنقول لماذا يسهر الجنود ما الاجابة عزيزي الطالب الاجابة حماية حماية للوطن فكلمة حماية مفعول لاجله منصوب بالفتحة با احدد المفعول لاجله فيما يليه وزميلي يضبطه الضبط عزيزي الطالب هو ان نضع الحركة المناسبة للمفعول لاجله وذكرنا قبل قليل ان المفعول لاجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الجملة الاولى تقيم الدولة المحميات الطبيعية محافظة على الحيوانات النادرة ايضا نستخدم لماذا لتحديد مفعول لاجله لماذا تقيم الدولة المحميات الطبيعية الاجابة محافظة حددنا المفعول لاجله نضبطه بالحركة المناسبة سنضع تنوين الفتح على التاء المربوطة محافظة الجملة الثانية تزود الدولة المستشفيات بأحدث الاجهزة عناية بصحة السكان نستخدم لماذا فنقول لماذا تزود الدولة المستشفيات بأحدث الاجهزة ما الاجابة عناية بصحة السكان اذا كلمة عناية هي المفعول لاجله نضبطه بالحركة المناسبة وهي تنوين الفتح عناية الجملة الثالثة تنشئ الدولة الاندية الرياضية رعاية للشباب أيضا نستخدم لماذا لتحديد المفعول لاجله نحول الجملة الى اسلوب استفحام باستخدام اداة الاستفحام لماذا فنقول لماذا تنشئ الدولة الاندية الرياضية نكون الاجابة رعاية ونضبط المفعول لاجله بالحركة المناسبة وهي تنوين الفتح رعاية للشباب حددنا المفعول لاجله وضبطناه بالحركة المناسبة وعبر عما تحته خط فيما يلي بمفعول لاجله واضبطه بالشكل لاحظ عزيزي الجملة الاولى تقول اذهب الى الشاطئ لانني احب الهدود والكلمات التي وضع تحتها خط هي كلمات لانني احبه نريد ان نستبدل هذه الكلمات بكلمة واحدة تكون مفعول لاجله اذهب الى الشاطئ حبا في الهدود استبدلنا كلمة لانني احبه بكلمة حبا وكلمة حبا مفعول لاجله وضبطناها بالحركة المناسبة كما تلاحظون تنوين الفتح الجملة الثانية اساعد الفقراء لانني اطمع في رضا الله ايضا نستبدل بالكلمات التي وضع تحتها خط لانني اطمع بكلمة واحدة تكون مفعول لاجله فتصبح الجملة اساعد الفقراء قمعا في رضا الله فجاءت كلمة قمعا مفعول لاجله بدلا عن كلمة لانني اطمع وضبطناها بالحركة المناسبة وهي السمين بالفتح السؤال دال اوظف كلمة امل في جملة من انشائي بحيث تكون مفعولا لاجله واضبطه ضبطا صحيحا نوظف كلمة امل في جملة بحيث تكون مفعول لاجله فنقول اجتهد في دروسي املا في النجاح لماذا اجتهد في دروسي املا في النجاح جاءت كلمة املا في هذه الجملة مفعولا لاجله وكما تلاحظون ابناء الطلاب ضبطناها بالحركة المناسبة وهي التنوين بالفتح اذا المفعول باجله اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل وعلامة نصبه الفتحة الى هنا ابناء الطلاب وصلنا الى ختام درسنا اتمنى لكم دوام التوفيق والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة